اهلا بحضراتكم من جديد الاهلي دايما وابدا المكون العام بتاعه التاريخي الاخلاص الاخلاص في العطاء الاخلاص في الانتماء الاخلاص في التفاني لخدمة الاهلي الاهلي اللي بيميزه في الملعب ان لعبته عندها اعلى قدر من الاخلاص ولو ما حصلش اخلاص الناس اللي بتلعب وبتسمعوا على روح الفنلة الحامرة وبتسمعوا على الروح القتالية العالية ورفض الهزيمة كل ده هدفه او سببه او المنطلق بتاعه الاخلاص ما في عمل في النادي الاهلي بينجح الا بالاخلاص لكن لما قعدنا نتكلم في مضمون الفقرة وفكرتها صممت انت على الاخلاص والسندباد مش احسب مننا في حاجة شوفوا سيد زبرهين كما تفضلت حضرتك اه مش الرياضة الحياة اي الدين اي العمل اي السياسة اي الحرب اي اي الوطن انت مفتاح اي نجاح اي كلمة اي كلمة بتغلف الانسان بمضمون اسمه الاخلاص اي يعني اذا انت بتعمل عملك اه امام المكنة اللي بتشتغل عليها اي هتنجح ويبقى انتاجك اه اه في بالاخلاص اه في نجاح صحيح حتى الدين اي اذا صليت انت سرحان هذه صلاة سرحان اي اذا صليت في غير اوقات الصلاة هذه صلاة كاسلام اي اذا صليت عشان الناس تشوفك ونت بتصلي ولكن لا تعمل بما تأمرك به الصلاة اي هذه صلاة رياء ونفاق اي الصيام اعا الصيام اذا صم عشان الناس يقول عليك صايم يبقى صيام منافق اه اذا اه صمت واغتبت الناس يبقى صيام شتام هجام اه ربنا لا يقبل صيام اي اذا صمت وانت اه بتخدع الناس وبدغشهم يبقى صيام غشاش صيام اه اه مخادة اه اذا في كل عمل تعمله لازم تبقى بتخلص في العمل اي مش بتتظاهر به وما بتعملش به اه نيجي في النادي الاه اذا حبيت اذا حبيت النادي الاهلي انت مش بتحبه عشان ترقص وتقول جون جون اه مش عارف لا انت تعمل في النادي الاهلي في الرياضة يعني النهاردة الست اللي بجيب ابنها الصبح علشان الاهلي وزا ما قلت قبل كده كثيرا ان انا كان الاهلي بروح معاها البيت وينم جنبي على المخادة صح وكنت اتنكد لما لقى كلمة وحشة عن النادي الاهلي ما يهداليش بال غير لما اصوبها وارد عليها بالحق والحقيقة ممكن الاخلاص ده يكون وصل للناس فربنا في وقت ما يكافئني ويرد غبتي لما حد يتقاول علي مه تبص تلاقي اخلاصك هو اللي بيرد على الكتب اللي بيحصل والتشويش اللي بيحصل واللي مش عارف ايه اللي يقول كسلو الطرد من النادي وصلوا اخال هرد على داد لكن قولي بس السندباد ايه حكيت السندباد اه السندباد بقى اه انا عايد اقول للناس اه فكرتلي بحاجة مهمة جد اه الجامعية العمومية اه في مشكلة في ازمة بينك وبين اللجنة اللونبية ايه اللجنة اللونبية بتقولك اذا الكتالوج بتاع اللي بعتهولك ممشيتش عليه مش هاعتمد لك الليحة من ضمن الكتالوج بتقولك الجامعية العمومية على يوم واحد وفي المقر الرئيسي للمؤسسات والاندي طيب احنا النادي الاهلي يرى ان النصاب القانوني المقرر للنادي الاهلي 12500 صعب على هذا الوقت الضيق من سبعة من تسع صباحا لسبعة مساء ابتكر حلول يراها اللجنة اللونبية غير قانونية ويراها الاهلي قانوني لكن مشكلة الازمة فيه ان احنا مش بنقى القانون عجبنا ولا لا القانون فيه غلطة بس هو غزب عنك هتخضع له لحد ما نعدله فالاخلاص خلانا ان احنا نتبنى موقف الموضوع مش مستحق نصطدم لاني اعول على ايه خلاص من نوع تاني اه اخلاص اعضاء الجامعية العمومية والله لو اقول لكم خمس ساعات بس وفي الصحرة روحوا وثبته ان النادي القالي قادر على انه يفرد كلمته بقراطه هو مش هيفرد عليك الاسترشادية اللي لا ونصاب القانوني ما اكتملش وخدت الاغلبية التلتين من النصاب القانوني اذا هذا الامر في ايد مين في الاخر اه في صعوبة وهو في ايه في الحياة مفوش ده الاساطير بتاعتنا استاذ ابراهيم ايه وهو بيغرق يجي الروح يصطاده وياخده ويرميه مش عارف فيه قصة كل مساعب الدنيا بيتحملها وينجو منها عشان يجيب الجوهرة اللي يجيبها في الاخر ويروح يجوز بنت السلطان هو سندباد حسن مننا احنا كلنا سندبادات عصرنا والاهل جوهرة والاهل هو الجوهرة احنا عايزين الاهل يبقى الجوهرة بتاعتنا يا عم يقول لك يوم زي فكرة هي اللي هي 25 ولا 30 هو الفكرة انا ما يقول لي هي 25 اقول لي مش عاجباني او ام ايد 30 لانه مش حينفع اي انما الفكرة اللي تنفع ايه اذا قال لي 25 اكسب اي احسن 25 يقول لي 15 وهو عايزه اقعني اكسب وانا 15 يقول لي 40 اكسب وانا 40 هذا هو الاخلاص يخليك تمشي صح وتفكر في ناديك صح فانا عشان كده ما كنتش منشغل قوي ان نخش معركة يوم ولا يومين يوم لا طب ما اقول لك حاجة طب ما في ما نقول يوم واحد بس نقول لهم لا من سبعة صباحا لوحدة مساء والناس هتجيلك واخد بالك تمدي الوقت في اليوم انما انا ما ديش لحد يتلك كيكلي انا مش بقول مين صح هنا انا قطع النادي الالي صح وانا دي لقلي هدف وقيم الليلة دي ان الجامعية تكتمل يعني يوم او يومين الجامعية تكتمل لكن كمان ان احنا نحطها عشان تبقى انتخابات دي قصة تانية هتنقلنا بقى ومنقشة الميزانية فين وبتاعه الكلام ده الحلول كثيرة لكن لو رسيت يقولون على اليوم ماشا سيلي تاهتوا الاناة هتقول لي بقى سبعة مساء هقولك لا اكيدا انت بقى بتتعنت واخد بالك انا اخد يوم تاني ها من سبعة لوحدة بالليل في نفس اليوم ولن انسان دي ده اقتراح الله اعلم انا بفكر بصوت عالي من اخلاص الندي انا مختلف ان مش عايز اصطدم هذا خلافي ومش عايز تبقى دي جوهر الكون بتاعي وانما مجلس اقدارة عليه ان اتخذ ميرات طالما ان هو المتحمل المسئولية لازم يساعده ان يتحمل مسئوليته بطريقته احنا دورنا ان احنا بنناقش ليحة وبنقدم حلول وبنقدم مجادة نظر اللايحة دي كانت مطروحة للحوار المجتمعي وكان جزء من مسئولتنا نقول رأينا فيها دي مفقين عليها دي عايزة سياغة والحمد لله ان بعض الملاحظات اللي قلناها على الهوى مع الدكتور فضل الله وصلت وفيه غيرها يعني لو يسمحون لنقولها لهم انت لو تسمح لي كمان الحقيقة المهندس عدل القيعي انا كتير لما بلاقي حرج ان انا ادي له جزء من حقه وهو يجلس الى جانبي كتير فعلا حرج الموقف وحرج الشراكة اللي انا سعيد بها جدا في تقديم ملك وكتابة مع قيمة اهلوية كبيرة جدا وتاريخية كتير لما بلاقي هذا الحرج لكن ان يتعرض المهندس عدل القيعي لأي محاولة للإساءة للتاريخ وقمته ساعتها نرجع للأصل الموضوع الرد على اي افتراء والرد على اي تجريح والرد على اي إساءة والرد على اي صغائر ما يكونش الا بحقائق الامور ملك وكتابة ما اكتسبش ثقة الناس وما اكتسبش قبول الناس ورضاهم وتعلقهم به واقتناعهم بفكرته الا لان المكون الحقيقي للبرنامج في جزء من منهجيته اكتفى واستند على الوسيقى ما بيتكلمش كلام مرسل ما فيش ادعاءات لما تيجي تقوللي المهندس عدل القيعي اللي الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله استغنى عنه في شكله مهين من النادي الاهلي وطردوا من النادي الاهلي اقولك طيب كلام ده حصل ان المهندس عدل ساب مقعده كمدير للنادي وراح مدير لنادي الجزيرة بعدها بعدها بعشر شهور بعدها بعشر شهور ما قدش في سنة 98 سنة 98 يعني من حوالي عشر سنة او تسعتاشر سنة يعني الشاب اللي كان عنده او الطفل اللي كان عنده عشر سنين وقتها ما كانش يدرك المسألة دلوقتي بقى عنده تسعة وعشر سنة وما عاشش هزي اللحظة وما عارفش ايه القصة عشان كده جزء من حقيقة الامر نرجع للفترة نفسها رجعنا معاكم لمجلة الاهلي في اكتوبر سنة 1998 كابتن صالح سليم عليه رحمة الله دعا الى حفل كبير لتكريم المهندس عدل القيعي اللي خرجوا من الاهلي بشكل وحش ومطرود ومهين بيكرموا في احد اكبر فنادق القاهرة وقتها هفكركم كانت مجلة الاهلي غطت هذا الحفل بهذا الشكل المايستر الكلمة جدا المايستر والزعيم ده هم اللي بيقولوا في تكريم القيعي بس استنى اللي ما تقول دي عشان لا خلينا اقول النص اللي اتكتب وقتها وهسيبك تقول اللي انت عايز تقول ماشي انا مش عايز اقول لكنه ولا كنت عايزك تقول ما كتب من الاهلي وقتها وكان رئاس التحرير الستاذ عبد مجيد نعمان بكتابته في اعلى قاعم في فنادق القاهرة احتفل مجلس ادارة النادي الاهلي مساء الاربعاء قبل الماضي كان بالمناسبة 23 سبتمبر 1998 بتكريم المهندس عدل القيعي المدير العام السابق في الاهلي وتواكب مكان التكريم المرتفع مع قيمة القيعي وحجم انجازاته وولائه للاهلي خلال فترة عمله تصدر صالح سليم رئيس مجلس ادارة الاهلي قائمة المستقبلين وبرفقته حسن حمدي وكيل النادي وابراهيم المعلم امين السندوق وحسان بدراوي وسفير نور وطاهر ابو زيد ولفيف من رجال الاهلي ومسؤوليه وفاجأ عاد الامام فنان مصر الاول الجميع بحضور الحفل قبل وقت طويل من موعده وظل عاد الامام وسط الحاضرين حتى اللحظات الاخيرة وبعد انصراف معظم الموجودين وهو وفاء رائع من عاد الامام الى صديق العمر عدل القيعي وكان زميلين وصديقين خلال دراستهما في كلية الزراعة بجامعة القهيرة في الستينات ومعهما الصديق الثالث صلاح السعداني الفنان الكبير وحرص القيعي وللمرة الاولى على استحاب زوجته الدكتورة راجية استاذ الباليه بالمعهد او اه على استحاب زوجته الدكتورة راجية عشور الاستاذة بمعهد الباليه وولديه وابنته لحضور الحفل الراقي تولى المهندس ابراهيم المعلم دور المتحدث في الحفل وهو الدورة الذي لعبه عدل القيعي على مدار سنوات طويلة واكد المعلم في كلماته ان القيعي نال احترام الجميع طوال فترة عمله وانه قدم للاهل كل الوقت والجهد والاخلاص وحقق نجاحا كبيرا جدا في تاريخ النادي الاهلي وفي كل ما اسند اليه من اعمال وتحدث الكابتن صالح سليم مشيرا الى ان القيعي صديق عزيز واحد الاوفياء دائما للاهلي في كل المواقع وخارجها وطالب صالح سليم الجميع بالعمل للصالح النادي كما فعل القيعي لان الولاء للاهلي لا يكتمل بالكلام والتصريحات ولكنه يتأكد دائما بالعمل الجاد والتفاني في خدمة الاهلي الذي صنع الجميع زي ما قال الكابتن صالح واخيرا تحدث الفنان عادل امام فاطف على الحفل كثيرا من الابتسامات والضحكات والذكريات الجميلة قال عادل كاد عادل القيعي وصلاح السعداني المتعصبان للاهلي ان يجعلاني كارها دائما لهذا النادي العريق خلال فترة الدراسة في كلية الزراعة وهو امر يعكس حجم حب القيعي للاهلي منذ سنوات طويلة بل في بداية صباه واضاف الفنان الكبير لكن سياسة القيعي الزكية واسلوبه الهادي المقنع قلب الامور لمصلحة الاهلي في النهاية واقتنعت بان اكتمال الحب اكتمال حب الانسان ده عادل امام بيقول اكتمال حب الانسان لبلده لا يكون الا بمحبة الرئيس جمال عبد الناصر وحب النادي الاهلي وضحك عادل امام وقتها وقال وحب عادل امام كمان وتحدث القيعي بخجل شديد جديد عليه ده فيه كابت النعمين بطريقة ووجه شكره لمجلس ادارة الاهلي على ثقته الطويلة لمدة ستة اعوام واكد ان المجلس الناجح هو الذي تسبب في كل النجاحات التي حدست وفي توليه هذه المسؤولية في هذا التوقيت وابد القيعي اعتذاره الكبير لأسراته الصغيرة التي انشغل عنها طويلا وحان الوقت للتفرغ لها واعطاء زوجته وولديه ما يستحقون من وقت وجهد في رعايتهم وشكر القيعي كل الجهات التي تعاملت معه وانهى حديثه بانه يعترف دائما بانه لم يتمكن من تحقيق كل احلامه للاهلي وانه يتمنى ان يعيش دوما قادرا على تحقيق كل ما يحلم به النادي الاهلي لكنه قدم كل ما يمتلك من جهد واخلاص وتمنى كل التوفيق لخليفته وصديقه الحميم قاله السازة ممدوع عبد الحكيم مدير عام النادي الذي خلفه شايفين الأساز ممدوع عبد الحكيم في الصورة اخر صورة تحت شمال ده ممدوع عبد الحكيم عليه رحمة الله اللي تولى بعد الكابتن عدل القيعي مهمة مدير النادي كابتن صالح في كلمته مش مهندس من عشرين سنة الأهلي بيكرمك الأهلي بيشكرك والكابتن صالح سليم بيقول فيك مقاله فأعتقد ما فيش بعد كلام الكابتن صالح وما فيش هذا التكريم في هذا التوقيت بعد انتهاء هذه المهمة اي رد على اي كلام صغير السادس إبراهيم طب تعرضت لهذه الحملة اه من أكثر من شخص اه وكنت دائما بقول لما كابتن صالح سليم وانا في نادي الجزيرة يستدعيني يقول لي انت بتعمل انا عايزك فاروح له النادي الاهلي ألاقي حشد في قضة محرم الراغب ويقول لي انا رايح استلم جايزة نادي القرن في جنوب أفريقيا اي رأيك ايه ونعمل ايه ونسوي ايه والدين يتمشي ازاي بعدين يقول لي انا عايزك اخذك معايا اه أليس هذا الرحلة التاريخية التكريم الذي يفوق الأحلام اي اكون الوحيد من النادي القلي الذي يستحب استحبه كابتن صالح وانا من خارج النادي القلي واختر انا كنت في مدير نادي الجزيرة على فكرة انا ما سيبتش تقال عشان نروح الجزيرة انا قدت عشر شهور في بيتي اه وفي اسباب انا مش بافصع عنها لاني لو كنت افصعت عنها للكابتن صالح كنت شرخت للمجلس ده اخذ بالك كان فيه حاجات بتحصل قدامي وانا رفضها وكان بيتم علي ضغوط واستقطابات لحد الساعة تلاتة الصبح والفجر لدرجة ان بعض اعضاء مجلس الدارة واحنا كنا اسر كلنا اصدقاء ومعاني زوجاتنا ما كانوش بيستحوا ان يطلبوا مني طلبات كما انهم بشتغل عندهم في وجود احد اللي عادينا بتعمل كذا بقى وتقف معاني في كذا بقى يا جماعة عيب ده النادي الاهلي انا مش حاول اسماء مش دي فطرة انا قررت ان انا اتحمل هنا اه فاستقلت وكانت صالح حتى قابلني بعديها في سيدي عبد الرحمن لان هو كان في قرية الدمليمسين وانا كان عندي بيت هناك عالطريق وراه اه اه فرايح في الصيف بقى بعمل حاجة فااا بشتري مين عنده عندي قال لي انت فيه ان ده كابتن صالح كان عندي من ساعة وسأل عليك وانت جيت ولا لأ قلت له اه لما فاا قلت له ان لسه واصلت بعدين كان اخويا معايا قلت له ما تيجي الفوت عالكابتن اللي يكون عايز حاجة رحت للكابتن اللي قيته عالباح اه فبقول لل للصفراجي لأ سيبه ما خلوش قال لي لا حيزعل لو عرف ان انت جيت لازم ابلغ اه جالك كابتن صالح والشرطة عليه الرمل بتاعه من البحر وقعدنا اكتر من ساعتين مع بعض اه وفي الاخذ قال جملة حضرها اخويا حتى وانا احنا نازلين ما كنتش عارف تستنى نمشي مع بعض نمشي مع بعض اه والله اغسن بالله حيات النعمة دي اه طلق لكابتن صالح كان فيه ظروف مش عايز اتكلم فيه قال لي لو عست منك حاجة قلت له اه ده اسأل مالوش لازم بقى كابتن اه انت تعلم تعلم ان في اي وقت هتشاور لي حاجة جاري مش ضروري بصفة رسمية ولكل صفة اللي انت عادي انا موجود يا كابتن صالح لما نزلت اخويا بقول لي الله يعني الكابتن صالح ما كانش زعلان منك قلت له انت كمان حتصدق الكلام الفرغ اللي بتقال اه انا قدمت استقالتي يا حامد دخويا اي طب وانا محتفظ باسبابي اي واخد بالك للحفاظ على علاقة التي كانت من صالح بعد الافراد اللي كانوا حواليه وكانوا يخططون الله اعلم وقول لهم كلهم يعني واحد ورد تاني اتبعدوا النهاردة يظهروا في المشهد عشان يعيدوا الاساءة النهاردة في ناس بتوسيق وانا كنتش ناو اتكلم في الموضوع انت بس بتنكأ جروح كده على العموم امشي عيد الاحترار عدوك فيك لان اللي بيكتب من كتر امامة تفبرك بينقد بعضه تفعية يعني انت في واحد بيقولك عدل القيعي ويقول لي رفض من المهندس محمود طهر سبعين الف جنيه عربية ليه عشان يروح يشتغل في نادي وصنفه انه اقل من نادي الاهلي لا مفيش نادي في العمل مفيش نادي اقل من نادي انا رحت لأقبل تحدي جديد لان انا ما بحب شعط في بيتي اي انا بحب الشغل اي والحمد لله رحت حققت 300% من المستهدف الحمد لله اللي خدت وكنت المبلغ اللي كاتبه بقى ده اللي انا رفضته اراد ان يطعنني في كرامني اه لان انا كنت بشتغل ب35% منه في نادي فيتروسفور فقلتلهم قلتلهم اللي يسيب بقى 70000 جنيه عشان ياخد تلتهم اه ده بيجر ورا الفلوس ولا بيجر ورا راحة البال اه والمبدأ وانه يشتغل باخلاص لما يلاقي نفسه في حاجة هتعوق هذا الاخلاص وتصطدم به بيبعد صحيح فانا محدش ربنا اللي بكلمني ويجعل اه يعني رمحه في مهندس انت قيمة كبيرة وانا الكلام دلوقتي عنه ممكن يبقى مجروح بس مادام هنرجع للتاريخ ونرجع للارشيف هقولكو انا قلت في حق هذه القيمة الاهلوية الكبيرة جدا برضو من حوالي 19 سنة او بالفعل هي في اول اكتوبر 98 في هذا العدد من مجلة الاهل في حفل التكريم المهندس عادل القيعي من قبل كابتن صالح انا كتبت بحق هذه القيمة هذه الكلمات المهندس عادل القيعي نموذج من الانتماء والعطاء والاخلاص للاهل يحتاج ان يتدارسه الكثيرون هذه الايام هذه الايام كانت وقتها في 98 ما زالت هذه الايام موجودة وقائمة وسارية وتحتاج مننا فعلا ان نتدارس مثل هذه القيمة في عطائها واخلاصها التاريخي للنادي الاهل بالشيء يذكر العدد ده غريب جدا ياريت تجيب لي منه نسخة لانه ده عدد يا جماعة مش بس بيقرخ ليه على المستوى الشخصي يعني وبيرد بينصفني بيه انا نسيه اه ابراهيم دولاتي بفكرني لكن لما انا بتصفح هذا العدد زي ما انت رصه قدامك دلوقتي مصور صفحات منه اي ده الحدث ده بيوسق لمجموعة من الحاجات اللي هي اليومين دول ها اه العدد ده ما رجعيت اولها ان الستاذ ابراهيم المنيسي نفسه ده كان اول عدد يمسك فيه رئيس مدير تحرير مدير تحرير الكابتن نعمان او اعتقد حمد عز الدين كتب لك حاجة اه تحنام الكاتب الكبير فانت هنيتني وحمد عز الدين هنيت وما كانش تربطني بيك علاقة وقتها ما كناش نعرف بعض على المستوى الوسيق نعرف بعض على الصفحات الجرايب ونسلم على بعض من بعيد ولكننا نادر ان احنا هنكون صناقي في يوم الايام اي لكن هذا كلام سابق بعشرين سنة لما نعيشه اليوم اي الكلمة دي تقالت في حقك وانت قلت كلمة في حقي كابتن صالح يعني ربنا ارحمه يعني بيرد عن ناس كلها يعني وكأنه حي اي ما تتقولوش عن راجل ده بالكد اي واخد بالك وكرمني وخدني معا جوانسبورد واستلامنا جائزة نادي القرن وكل الكلام ده يعني هو ده الرد العملي عشان حاجة واحدة بس بكابتن صالح شاف مني ايه اخلاص صحيح شاف مني ايه انا لو كنت صاحب نفوز ولا كنت راجل اعمال ولا انا راجل بحب النادي الاهلي بعبل كده وبتطور وبطور نفسي على المناصب اللي تقلطها في النادي الراجل شافني صاحي نايم ااكل شارب انت بعد الجزيرة رجعت الاهلي هو اللي طلبني ايه والكابتن حسن قال لي قال لي كلمة فاكري عادل الحلم اللي كنا عايشينه بتاع ان احنا نحاول النادي الاهلي الى شركة هذا توقيته قلت له طب هنعملها زيه كابتن ده ما فيش لوحة قال لي تيجي تعمل ادارة واول ما تنجح في هذا الامر الادارة تندمج في الشركة وانت تتولى وكان هذا هو الهدف وحتى انا ما ليش زي ما بقولوا ايه جوب ديسكريبشن ما ليش مرجعية انا عملتها انا عملتها ايه انا تخيلت ايه المسئولية عشان انجح في عملي حطيت الثلاث كلمات السحرية ماذا تريد ماذا تملك حتى تحقق ما تريد ماذا ينقصك لتستكمل ما عندك لتحقق ما تريد وحطيت الثلاث المعادلة دي قدامي واشتغلت عليها ودي قصة اخرى والحمد لله عملت الشركة وخد مجلس الادارة القرار ولكني لم اعين اللي بقولك ده رجل حسن حمد مين اللي ما عينيش شابتن حسن حسن حمد اكرهه لا هذا الرجل مخلص النادي الاهلي وانا ممحسبهاش عالمكاسب والمصالح الناس اللي ما بتعرفش تحسبه غير مصالح مكرهتش الكابتن حسن اه احترمت دوافعه واخد بالك لكن نقشته فيها بتقوله دي غلطة دي غلطة كابتن اللي عينوه مكاني قعد اربع شهور ومش واللي جاي بعديه قعد ست شهور ومش وهكذا لما جات القناة وانت تعلم الارتي ومسك اختروني مديرا للقناة اي وكلمني الدكتور سامي عبدالعزيز مبروك قدت له كابتن حسن رأي وايه هنقول له بكرة بالاجماع ورافض الكابتن حسن قال له ما انا محتاجة عادل جامبي اذا انا لو انا راجل بحسبها بالمصالح ده انا ازعل من الكابتن حسن مش انا بقى راجل الكابتن حسن صحيح لا انا ما بحسبهاش كده انا بحسب مدى فائدة النادي الاهلي مننا كلنا اشتركوا في القناة